ودعا السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لإلقاء كلماتي فليتفضل شكرا فخامة الرئيس أصحاب الجلالة والسمو والفخامة أصحاب المعالي السيدات والسادة بداية فخامة الرئيس أنقل إليكم تحيات أخيكم صاحب الجلالة الملك محمد الثالث وشكرا جلالته على دعوته لهذه القمة المهمة وكذا تقدير جلالته للجهود الخيرة التي تقومنا بها لصالح السلام والاستقرار في المنطقة إن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس تتمنى أن تبعث هذه القمة خمس رسائل رئيسية إلى المجتمع الدولي أولا الدعوة إلى خفض التصعيد وحقم الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات صراع قد يفضي إلى ما تبقى من فرص وأمال السلام والاستقرار الرسالة الثانية هي الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإسلامي والقيم الإنسانية المشاركة الرسالة الثانية فخمة رئيس هي ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لساكنة قطاع غزة فالوضع الإنساني أصبح لا يطاق الرسالة الرابعة هي رفض كل حلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة والرسالة الخامسة هي الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود يونس بعوستين وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل إن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك متشبتة بخيار السلام وأهمية تحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار لجميع الشعوب وهي اليوم تؤكد استعدادها بتنصيق مع سيادتكم ومع جميع الشركاء لانخراج في تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن وشكرا فخامة الرئيس أشكر السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب على كلمتي